الفيديو ده لأي حد حابي يشتغل في مجال الفود ستايلينج أو تصوير الأكل هل أخاصلك فيها كده ووركشوب كانت معمولة 3 أيام ل2 من أشتر الناس اللي شغالين في المجال ده وهم غزالي وسلمة ابتدينا أول يوم بالأسسيات اللي هتساعدنا نكون فاهمين كل حاجة بتحصل في ثاني وثالث يوم عرفت مثلا أن الفود ستايلز في أوقات كتير جدا هو اللي بيعمل السندويتش من الأول خلص لغاية الآخر مششيف هو اللي بيعمله وطبعا عشان يعمل كده فيه أدوات كتير جدا بيستعملها العمري وكنت تدخيل أنها أصلا تستخدم في الطبيخ وتاني حاجة بقى البروبس اللي انت بتستخدم في التصوير بس هي إيه البروبس دي؟ البروبس دي هي الحاجات اللي بتكون حوالين المنتج بتاعك مثلا من حاجات صغيرة كوبايات مش عارف إيه مهم إنها بتبقى الحاجات اللي حوالين المنتج نفسه إزاي تعمل خلفيات للتصوير أو تجيبها منين ودي عمتها من الحاجات المهمة جدا عشان بتساعد في تكملة الصورة ومن الحاجات المهمة جدا برضو هي تكوين الصورة يعني إيه بقى تكوين الصورة؟ هي رصة الحاجات عشان تبرز المنتج اللي انت عايز تصور وبيكون لها كذا طريقة ممكن مثلا ترص الحاجات على شكل سي أو على شكل اس أو حاجة اسمها جولدن ريشيو أو على شكل مسلس وده منتشر جدا ومع انتهاء الخطوة دي بيكون تقريبا الفود ستايلست خلص 85% من شغله ومن هنا بقى بيبدأ الفوتوجرافر وبيشوف مثلا إذا كان هم عايزين الصورة بطبع فاتح ولا طبع غامق فيزبط الإضاءات على الأساس ده وإزاي أصلا يرص الإضاءات بتاعتها عشان يوصل لأحسن نتيجة ممكنة وبرضو حاجة من الحاجات للفوتوجرافر المفروض يعملها إنه هو يكون معاه لابتوب بيبين الصورة اللي هم هيصوروها على اللابتوب ده حاجة اسمها Live View كده من على برنامج اسمه Capture One وختمني أول يوم بفيديو جرافر وريتوتشر جمع عرفونا التيبس والتريكس بتوع المجالين دول وفي تاني يوم بقى بتادينا نشوف كل الحاجات النظرية اللي هم قالولنا عليها في أول يوم بتتطبق من سلمة وغزالي نفسهم بداية بقى بالفوتو ستايلينج ويا بتقطع الخضار والعيش بالقطر بدل السكين عشان ما يعملش فرافيت وبعد كده إزاي تخلي الخاص مال يستندوتش كله ما يكونش في حتة أكتر من حتة وإزاي تسوي البرجر بقى من غير ولا جريل ولا طاصة ولا أي حاجة خلص من الحاجات دي ويا جماعة مع إني عارف إن البرجرية دي كانت ناية بس حقيقة راحتها كانت مجوعاني جدا المهم بعد لما سلمة خلصت 85% من جزء الفوتو ستايلينج دخل بقى غزالي عشان يبتدي التصوير زبطنا الإضاءات والخلفيات وشلنا النور بتاع المكان من الحزبان وترك كاة صغيرة لو أنت مش عارف بتشيل ازاي بتزبط أعدادات الكاميرا لما تصور عادي من غير فلاش إن الصورة تطلع قحلة وساعتها لما تصور بفلاش إضاءة المكان نفسه مش هتخش معك في الحزبان وبعد كده تعلمنا نوعين من التصوير حاجة اسمها أكشن فوتو والتانية ستوب موشن وباختصار كده عشان ما طولش عليكم الأكشن فوتو دي اللي بيكون فيها حاجات طايرة كتير كده في الصورة من مكونات الطبقة نفسه يعني مثلا لو أنا بقدم كشري هيكون فيه مثلا مكارونا صلصة لمون أي حاجة طايرة في الجو من مكونات الطبقة نفسه بس اللي ستوب موشن بقى ده نوع تصوير جديد بتقلب فيه صور لفيديو عن طريق ان انت بتكون مسبت الكدر وبتحرك المنتجات بتاعتك حركات بسيطة خالص ودي كده كانت نهاية اليوم التاني اليوم التالت بقى وده اللي مفروض هنشتغل فيه بأيدينا اتقسمنا مجموعات وكل واحد أخد بروجيكت معين يشتغل عليه أنا والجروب اللي معايا اتوزع علينا مشروع بتاع مربة وطوست وطبعا كل تيم لازم يكون فيه فوتوغرافر وفودستايلست ومين بقى كان الفودستايلست العبد لله والله العظيم كانت حاجة في منتهى العباسية عملت كوارث في حق الفودستايل بس الصراحة كانت تجربة حلوة من اول ما انا ابتدت حمص العيش في اول اليوم بعدها محاولات باقسة ان انا حاول اعمل حاجة مختلفة محدش جرب يعملها قبل كده حتى المصورين المحترفين والله بس التضحلي هم ليه ما بيحاولوش يعملوها عشان هي فكرة الحمدلله الحمدلله فشلة بس الصراحة اتعلمت كتير اوي في فن ان انا ازاي استخدم كل حاجة في مكانها ازاي ما خليش الموضوع اوفر اوي وفي نفس الوقت ما يبقاش سيمبل اوي برضو بالزيادة وعمتا هي دي كانت الصورة النهائية اللي احنا طلعناها وعارفين بقى اكتر حد بلا ايه بيطبق لكل القواعدة اللي انا تعلمتها في الوركشوب دي هو رامي صلي واحد من ارواع واحسن الفود كونتن كرييتورز في مصر على طول ماشي بالكمبوزيشنز اللي بتريح العين زي الاس شيب او السي شيب او الجولدن ريشو بس المهم ان انت بتبقى مستريح وانت بتتفرج على الفيديو فشابهو رامي صلي على حقيق الكونتنت الرائع اللي انت بتقدمه وبس كده معلش لو طولت عليك وشكرا جدا ليك لو انت لسه بتتفرج لغاية دلوقتي كان معكم اباظة من قناة لايف وزاباظة سلام